مرحلة الأحزاب السياسية ومنتهى الوضوح ما بين فصيل يدعي أنه هو فصيل إسلامي سياسي وما بين فصيل آخر أو بين فصيل أهم هو الشعب المصري جمعيا فهذا هنتحدث مع الأستاذ إهاب سعودي هو عضو الهيئة العليا لحزب الجامعة الديمقراطية صباحا خير أهلا صباحا من هنا طبعا أكيد يعني صباحا خيرت صعبة أو يتتقال في ظل الظروف اللي احنا فيها في ظل 24 جندي رحلوا من ساعة في حدث يعني غادر جدا الحقيقة برفح وده أكيد متوقع يعني أكيد بعد الكلمة التي أبقاها الفريق الفتاح السيسي البيرا فريقا عنها بفتاح السيسي وأيضا كمان بالوضع العام واضح جدا وكان أي خبير أمني بيقول أنه سيبقى فيه عملات انتقامية سيبقى فيه عملات إرهابية ويعني تجلد بالفعل بهذا الحادث تعقيبك يا فندم قبل ما نخش بقى على الأحزاب وضعه خليني أول أقول إن شاء الله صباح الخير دايما احنا بنتعرض لأوقاف أوقات عصيبة أكيد استشهاد هذا العدد الضخم من أبناء البلد في أعلى حدود مصر دفاعا عن المتواجدين عشان يحموها أصلا بأيد غادرة حاجة محدش لا يقبل بيها ولا يتعشم خير من وراء لكن في جميع الأحوال مصر بخير مصر إن شاء الله بخير بتضحية أولادها بخير وهو تمن يعني أكيد بنتفعه يعني بنتفعه مجرد المصري دفاعا عننا عني وعنك وعنك المواجهة لها تمن وزي ما الفريق أول عفتح سيسي قال مبارح إحنا لها إحنا أدها إحنا حنواصل المواجهة وحنحمي هذا الشعب وحنحمي طراب هذا البلد إن شاء الله بإذن الله طيب خياني الكاميرا طول على الوضع السياسي أعتقد إن في كثير من الزيبورة تانية الشباب تحديدا متابعين بيقولوا إنه الأحزاب السياسية والقوى السياسية بشكل عام في مصر بالرغم من المفروضة كلها دور مهم جدا في هذه المرحلة إن أصبحت الحقيقة المواجهة دلوقتي تعدتهم يعني تعدت دور الشباب تعدت دور الأحزاب السياسية ودخلنا في مرحلة الخطر والأمن القومي والمواجهة بين فاصيلين زي ما قلنا فاصيل إسلام الدعي لإسلام السياسي وأيضا الفاصيل الآخر زي ما قلنا وهو الجبهة المصرية بكاملها أمن وريش وشرطة وشعب هو طبعا اللحظة الراهنة التحدي الأمني هو اللي بيفرض نفسه وصعب شوية إن يبقى فيه أنشطة من خلال الأحزاب أو قوى شبابية أو 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 لكن أنا بتصور إنه الفترة الحالية أهم حاجة الشعب بأجمعه يقدر يقدمها في الفترة الحالية هو أولا تأكيده على إنه قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية بيدعموا الإرادة الشعبية ثانيا المعلومات كل من تصل إلى سمعه معلومة لابد يوصلها للأجهزة الأمنية بس التحقق منها الأول دي كان مشكلة تانية يعني خلينا برضو قدر التحقق يعني في مقدور المواطن العادي لكن إذا حد يعرف بأي تحركات بتتجه إلى مشاكل أو أعمال إرهابية أو 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 لابد أن يبادر لأن إحنا آنين وسمع الشرطة الشرطة عندها أجهزتها لجمع المعلومات بس بالتأكيد جموع الشعب قدراتها أكبر من قدرات أجهزة وانتشار الجغرافي الضخم برضو صعب تغطيته إلا لو إحنا كلنا تكتفنا هذا لا يمنع أن الفترة الحالية برضو مطلوب من الأحزاب السياسية ومختلف القوى السياسية والشبابية الموجودة على الساحة إنها تشتغل على تحضير نفسها للمرحلة اللي جاية إحنا مش هنوض في المرحلة دي فترة طويلة المواجهة الأمنية في نطاقها العام قد تستمر فترة طويلة لكن الشكل اللي إحنا فيه دلوقتي ده سيهدأ يوما بعد يوم ويحضروا نفسهم للتحركات في الفترة القادمة التحركات كثيرة ومطلوبة إحنا سمعنا المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والإمبارح بيقول إنه ماضين في خريطة الطريق خريطة الطريق دي في النهاية جمهور الشعب هم اللي بيشاركوا فيها إحنا رايحين لإعداد دستورنا أو تعديل الدستور بما يحل كل المشاكل اللي موجودة فيه والجميع معترف بيها بغض النظر عن موقعه في الحياة السياسية دلوقتي وهذا كله يتطلب جهدي من الناس أنا شخصيا شايف إنه في بعض تحركات بتتم لأنه خلينا نتفق إنه يعني تحركات سياسية أحيانا بنختازل الأحزاب في قيادة الحزب في مقرها في المصر الجديدة أو الدقي مش عارف إيه كلام ده أنا أتكلم أكتر على التحركات في المناطق المختلفة لا هناك تحركات الحقيقة في أي شكل محكومة بحدود حظر التجول بكذا بكذا نشايف مثلا تحرك كانوا بيتصلوا وبينسقوا معايا في أحد المناطق في القاهرة الكبرى لأنه يجتمعوا كل الأحزاب مع بعض ويشتغلوا سوا على شوية خدمات للمنطقة اللي هم فيها والخدمات هنا مقصود بها خدمات نظافة وخدمات صحية وكذا وكذا اللي هي تحسس الجماهير الشعب إن الأحزاب متوجدة بتسعى لتحقيق الخدمة اللي تهم المواطن في حياته اليومية إحنا يعني الشعب المصري بطبيعته طول عمره يتصدى في الأزمات الجديد اللي جد علينا إن هذا التصدي بيتم الآن من خلال قوة منظمة بدل ما كل واحد بيجتهد في ذاته لا أنت بتجتهد من خلال حزبك وهذا الاجتهاد من خلال الحزب بيخلي قوتنا أكبر من قوة الأفراد مجموع حاصل الجمع بتاع خمسة لما يكونوا بيشتغلوا في تنظيم أقوى أكتر من خمسة الحقيقة أكتر من كده بكتير لازال فيه مجال أنا عارف أن الآن اللحظي الفوري المواجهة الأمنية لها أولوية لكن مش هتطول إن شاء الله وحنعود للعمل المجتمعي ومختلف الأحزاب كانت شغالة ولا بد أن تواصل هذا العمل في أوساط الجماهير لتصحيح بعض الصور المغلوطة لتشجيع الجماهير لتوعية الجماهير مش عايزين نرجع تاني بقى في قصة الإسلام ضد مش إسلام إحنا في مصر مصر الأزهر الشريف مصر الشيخ الغزالي والشيخ محمد عبد والإمام محمد عبد والشيخ الشعراوي تكلمش على مواجهة بين الدين واللا دين الحقيقة هي مواجهة بين من لهم فهم خاطئ للدين وبين جموع الشعب اللي فهم الدين الوسطي السامح اللي بيمثلوا في المقام الأول منهج الأزهر الشريف طيب هل النهاردة نحن ندفع تمن ضعف وعدم الرؤية وعدم الوجود التواجد الحقيقي للأحزاب السياسية في مصر وده اللي قدد في الآخر إلى بعد أن بعد ثورة استأثر حزب واحد هو اللي كان منظم وهو اللي كان قادر يعمل فزل أصعب الظروف لو هرتكلم عن إقصاء سياسي للأحزاب السياسية على مدار 30 عام إلى أنه برضو قدر يزبط نفسه على الأرض وبالتالي قدر ياخد أغلبية وبالتالي قدر أنه يبقى عنده هذه القوة أو الحجة السياسية اللي تدينه في الآخر الفرصة بالتواجد بهذا الشكل للحظة معينة ما كانش فيه أحزاب بالمقام الحقيقي يعني مجموعة الأحزاب اللي كانت موجودة قبل الثورة كانت مجموعة محدودة ومضيق عليها أمنيا بشكل غير عادي وإزاي أنا مطلوب مني أتواصل مع الجماهير إذا كان آخري أن نعمل اجتماع في شقة مغلقة وكمان مراقب أمنيا إذن كيف تواصل الإخوان المسلمين مع الجماهير في هذه الزل عدم موجود حزب أصلا ما توصلوش حزبين خالص دول كانوا بيتواصلوا من خلال الخدمات اللي بيقدموها وده كان شيء للأسف نتيجة قصور الدولة عن أنها توفر الحياة الكريمة للمواطن في هذه الفترة نتيجة أشياء كتير جدا معظمنا عارفها وعيشها كانت النتيجة أن ترك المجال لمن يقدموا هذه الخدمات وزي ما يعني أنا عايز أقول لحضرارك أنه الأمور اختلفت زي ما أنا بسمع في تحركاتي في كثير من أحياء وخلينا نتكلم على القاهرة الحقيقية خلينا نتكلم على إنبابة وخلينا نتكلم على مصر الأديمة وخلينا نتكلم على المرج خلينا نتكلم ده نهيك عما هو خارج القاهرة أنه الناس لوهلة تصورت أنه إحنا بنصوت لله بنصوت للإسلام بمضي الوقت بقى الناس فائت وأنا سمعت هذه المقولة بأذني من ناس كتير أنه آه إحنا كذا وصوتنا معاهم في كذا وصوتنا في كذا وصوتنا في كذا بتأييدهم لكن فجئنا بالحقيقة اللي بتخليها النهاردة عمرنا وإلا فكيف نفسر خروج هذه الملايين مش عايز أعود بقى تناقش في عددهم كان كام إنما خروج هذه الملايين أنا شفت مناظر في تلاتين ستة وثلاثة سبعة وستة وعشرين سبعة مناظر يعني يقشعر لها جسد الإنسان إحنا فعلا شفنا ناس لا تستطيع أن تخرج لا في مسيرات ولا في اعتصامات أو تجمع في ميدان التحرير أو للتحرير أو غيره قرروا أنهم ببساطة شديدة ياخدوا كراسين وينزولوا يعودوا قدام بيوتهم يرفعوا على مصر ويقولوا نحن نريد مصر الحقيقية كان لهم قدر من التأييد في لحظة ما إن كشفت الغشاوة عن أعين الكثيرين ممن درجوا في هذا سيظل لهم تأييد أعضاءهم وبعض المتعاطفين معاهم بسبب أو بآخر لكن جموع الشعب أبدت صوتها بوضوح وأعلنت رأيها بوضوح لا نريد الفشاة الدينية في مصر ما ينفعش عشان حضرتك في ظرف استثنائي وصلت إلى البرلمان أو إلى رئاسة الجمهورية أنك أنت خصوصا كونك تعلم أن هذا الظرف الاستثنائي لا يتكرر فأنت مؤواعي أن أنا دي فرصتي يلحق أضبط البلد دي كلها على معاسي أنا فقط لا غير وأقصي كل من هو سوى يا إما مش هتتحلي الفرصة دي تاني من فضل ربنا سبحانه وتعالى أن الشعب وقف وقفته أنه هذا شباب تمرد للفكرة العبقرية اللي اشتغلوا عليها أن القوات المسلحة والدخلية وقفوا جنب الإرادة الشعبية وإلا كنا حنعيش في كبوس ونحن نعلم أنا بس يعني بأخذ على كثيرين مما يعلقوا على الأحداث اللي جارية أن هما ساعات بيبتدوا ما أطلق عليه الكاتب بالألف فضل مرة من صفحة 2 يعني دايما نتناسى البداية كانت فين ما تجيش النهاردة وتقولي الشيء الفلاني النهاردة طب بدايته كانت إزاي إحنا عارفين أنه قبل تلاتين ستة كان إيه اللي جاري الإعداد ليه لتكميم الأفواه وللقب على ناس ده كلام كله بقى شبه موثق يعني آه ما معناش وثيقة إنما إحنا شوفنا الجوابات اللي راحت للقنوات الفضائية لا وكانت فيها فاندم توجه واضح كلمة ألقاها الرئيس المنصرم محمد مرسي لما قال أنه سنة كفاية وده كان واضح جدا وكانت فيه توجيه مباشر واتهمات مباشرة للإعلاميين والسياسيين ولمن أطلق عليهم من ينتمون إلى النظام السابق والفلول وغيرهم وكان فيه كلام واضح جدا أنه بيقول سنة كفاية وسنتم اتخاذ إجراءات كان واضح يعني موضوع ما كانتش سر يعني والشعب قال أنا مش حقبل بهذا أنا عايز دولتي أنا عايز دولتي والشعب لم يقبل هذا التهديد من فضل الله شعبنا الأصيل ذو المعدن الكريم خرج ووقف وقال لا نحن النهاردة في ما بعد هذه المرحلة هناك محاولات مستميتة للتمسك أنا يعني كثيرا ما أفكر بينما التمسك بماذا أنا مش عارف المطلوب إيه يعني إعادة الإلساعة إلى الوراء نحن نعلم أن هذا ضد منطق الأشياء ضد طبيعة الأشياء عدم قراءة المشهد عدم أخذ في الحزبان بكم الإرادة الشعبية اللي كان بينطق ده متصور صوت وصورة إزاي ما حد الشايف ولا أنا ساعات ممكن بعض الناس أو بعض الفصائل أو بعض الفئات من كتر انكفاءة على ذاتها تبقى مش شايفة براها ومقتنعين أنه أنا يعني خلينا نقول أيما كان العدد اللي موجود في اللي كان موجود في ربع العدوية 40 ألف 500 ألف كذا في النهاية نحن نكلم على ملايين خرجت الشارع تقول لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا النهاردة اللحظة اللي إحنا فيها بتقول خلينا نبص البكرة الأحزاب ليها دور ليها دور يمكن مش مش مبارح مش النهاردة مش الإسبوع ده لكن دورها متواصل أنا بس عايز أقول أنه ساعات بيزعجني قوي المقولة اللي بتتردد كثيرا الأحزاب بقى تشتغل في وسط الشارع الأحزاب بقى تشتغل في وسط الجماهير الحقيقة الأحزاب بتعمل ده وبقى لها كتير والنماذج حوالينا يمكن ما فيش تسليط إعلامي عليها بالحجم الكافي من الشغل في الشارع من الشغل في وسط الجماهير في مختلف أنحاء القطر وأنا لا أخص الحزب الجبهة الذي أنتمي إليه لا 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 كثير من الأحزاب اشتغلت بقوة شديدة يمكن تكون الفترة الحالية هي فترة مناسبة لم يعني انتشر إعلاميا أو عرف إعلاميا في الفترة الأخيرة أن بعض الأحزاب القائمة بتفكر أنها تندمج مع بعض لتكوين كيانات أقوى وأكبر وعلىها قدرة أكتر على التواصل على مختلف أرجاء القطر خلينا نتفي برضو نحن نتكلم على بلد متسعة 29 محافظة مطلوب منك التحرك فيهم كلهم في وقت واحد وده بيتطلب إمكانيات مادية وبشرية ولوجستية وإيمان بفكرة وهذه مشكلة فعند بوكيانونك ده سؤال الجايد الدنيا يعني الدنيا كلها سواء اتفقنا أو اختلفنا العالم المتحضر الأحزاب فيه هي فكر ووجود على الأرض بمعنى أن أنا النهاردة شاب مثلا أنا بطلع للدنيا بشوف أن فيه الحزب الديموقراطي الحزب الاجتماعي الحزب الشيوعي الحزب الوهكز وبختار أنا كشاب ما يتوفق مع أفكاري وبنضم لهذا الحزب سواء بانضمام فعلي أو سواء بإيماني بأفكاري ودعم لهذا الحزب فيما هو مفروض يكون عملية ديمقراطية حقية وهي الانتخابات والذي بتدعم هذا الحزب تديره قوة بالتالي في البرلمان فبالتالي بيكون لكلمة في البرلمان تفوق أو تقوى على كلمة رئيس الجمهورية في كثير من الدول المتحدرة والمتقدمة متى يأتي هذا اليوم مش مسألة بقى خدمات مش مسألة اه احنا بنعمل كل ده تمام لكن متى يأتي اليوم الذي أرى فيه منافذة حزبية حقيقية تدعم العملية الديمقراطية وبالتالي أنا بالنسبة لي النهاردة ألاقي أننا لا يمكن يحصل فيه استئثار بالسلطة وإذا حصل هذا الاستئثار هيكون استئثار لحظي لقوة الحزب الموجودة على الأرض يتنافس معها حزب الأخ إمتى ألاقي اليوم ده في مصر أنا بس يعني الآن شوية من حتة أنه السندي والانتخابات والكلام ده كله نحن نمر في ظرف استثنائي مصر خرجت من عهود عقود متتالية من اللي كلنا عارفينه بصورة يناير منذ هذه اللحظة نحن لازلنا نعيش في مرحلة استثنائية في المرحلة الاستثنائية الدولة لسه بتحاول الشعب جموع الشعب عايزة تقيد صياغة نفسها فيه تطلعات كتيرة قوي في الشق الديمقراطية بكل تعبيراتها المختلفة في شق العدالة الاجتماعية في شق الكرام الإنسانية شعارات صورة يناير كلها بس إيه إحنا محتاجين ويمكن ده اللي أدى ببعض الناس لأنهم يقترحوا فكرة قبل ما نستعجل كده في أن إحنا نقول تعالي نعمل انتخابات جديدة وتعالي نعمل دستور جديد محتاجين حوار مجتمع وإحنا عاوزين شكل بلدنا إيه لكن نحن نعلم أنه كان الفصيل الإخوان نتيجة إحساسه بقوة تواجده في الشارع في الوقت ده مستعجل على أشياء لأنه يعلم أن نتيجتها في صفه وخلي بالك أهم الأحزاب اللي مطروحة أو بعض أهم الأحزاب اللي مطروحة على الساحة في الفترة الحالية أساسا تم تشكيلها بعد صورة يناير حزب بإسم ديني أو حزب بجسارها حتى الأحزاب الأخرى اللي يطلق عليها المدنية أو الليبرالية شكلت بقى صورة يناير يعني عمرها في الشارع لسها كانت تقييبا نتاج وبذور من أحزاب موجودة بالفعل ولكنها بدأت يبقى لها اتجاهات جديدة يعني مرضو جزء كبير جدا من مؤسسة هذه الأحزاب هم كوادر أو هم لهم خبرة حقيقية في أحزاب قوية سابقة حتى لو ما كانتش لها وجودة على الأرض زي الوافد وزي الحزب الشيوعي وحزب وغيرهم يعني ده بقى بفتراض أن الأحزاب دي كانت فعلا أحزاب حقيقية قوية موجودة وإحنا عارفين أن النظام بشكل عام قبل الثورة ما كانش يسمح بهذا فمش معنى أن فيه قيادة حزبية مرموقة ولا تاريخها النضالي أن فيه حزب حقيقي موجود على الأرض إذا نحن في حاجة إذا ما حدك متفق معايا أعتقد نحن في حاجة الفترة القادمة من ضمن أملنا وطموحاتنا لمصر أن يكون فيه أحزاب بجد بالتأكيد وكل ما هو مطروح على الصحة في الفترة الحالية من محاولات اندماج بين بعض الأحزاب لتكوين أحزاب أكبر وأقوى ودات إمكانيات أكتر وعضوية أكتر استقدر تنتشر وتأدي دورها على الصحة مؤكد والجميل في هذا الكلام أن نحن النهاردة الشعب كله تقريبا أصبح مسيس هو فاضل بس ما بنعرف نوصله بنلاقي إقبال غير عادي وأنا مش يعني مش عايز أستطلت كتير في حكايات من كثير من اللقاءات اللي تمت فيه خلال الجوالات الحزبية اللي الواحد بيلاقيه الواحد بيلاقي ناس قريدي مقتنعة بأفكار هذا الحزب بس نستنعي أن حد يوصلهم ومش عالفين أسر والحزب تسوطي تعالوا نشتغل سواء أول ما حصل التلاقي ما بين الطرفين بنشوف بنشوف حاجات كتير بتحصل على الأرض نتمنى يا فندم أستاذ إهاب صعودي عضو الهيئة العليا الحزب الجامعة الديمقراطي هم نشكرك وتمنى أن أكيد تعدي هذه الفترة العصيبة على مصر على خير بحيث أن إن شاء الله يكون فيه بداية حقية لبناء مصر ومن ضمنها أكيد الحياة السياسية اللي أعتقد أن هي جزء كبير جدا من المشكلة أساسها اللي احنا عايشينها هو ضعف الحياة السياسية بإذن الله اللي جاي أفضل إن شاء الله بإذن الله مشاهدينا أستر كمالين مع حضراتكم فقرات نهارك سعيد فاصل ونرجع نكمل كلامنا استردون